يقوم الشاب زيد بتجميع منتوج الطماطم رفقة والده عم محمد ليس لتسويقها بل لتوزيعها على المحتاجين مجاناً عشية عيد الأضحى المباركة منتوج هذين طماطم نحن نأكله ما نلبس به نحن مدى بنا زيده نعاونه عمله المستهلك ما نديه وش نحن نعاونه الواحد يسيدي يبيعه نحن مدى بنا نعاونه هم بهذا الفكرة هذي خطرش على بنا نحن الكورونا هذي ماشي لجيون قطع صوم يعني الناس الناس ملكش وش تاكل نحن مدى بنا نعاونه هم نحن من الفلاحين يسمنا نعاونه اليوم ديرت الحملة الفقارة والمساكين الغالب المرت هذا كورونا نتو تشوف الحالة كيف ههلي ملكش وش يأكل اليوم ديرنا حملات حسيسية الخير كاين تضامنية للناس بوزيد اختار الوقوف إلى جانب المواطن البسيط خاصة مع ظروف الصحية والاقتصادية الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا مبادرة عم محمد وأبنائه في تضامن مع الفئة المحتاجة يظهروا مدى روح التضامن والتكافل بين الجزائريين في الأوقات الصعبة